أصعد الله وأوقاتكم أعزائي الطلاب معكم المهندس ديمة داود اليوم سنكمل الحديث في مادة أنظمة الحماية والإنزار البحث الثاني الذي يتحدث عن دارات الحماية الاتصالية تحدثنا سابقاً عن أنواع وحدات التحسس ومن ضمن وحدات التحسس التي تحدثنا عنها كانت المفاتيح بأنواعها فاليوم سنتحدث عن دارات الحماية الاتصالية هي عبارة عن دارات يتم تفعيلها من خلال فتح أو إغلاق مجموعة مفاتيح تؤدي إلى تغيير حالة الدارة تعطي خرج مثل زر الضغط أو مفاتيح القصبة أو لوحات المفاتيح المختلفة تستخدم هذه الدارات في تطبيقات في المنازل المباني كمثال عنها ستقسم هذه الدارات إلى ثلاثة أنواع دارات إنذار تعمل عند الإغلاق وأخرى تعمل عند الفتح ودارات صافرات الإنذار بنوعيها الملحنة ومتعددة النغمات دارات الإنذار التي تعمل عند الإغلاق هي في أساسها تعتمد علم مفاتيح أنسي التي تحدثنا عنها سابقاً حيث تكون الوضعية المستقرة لها هي مفتوحة ولكن عند الضغط عليها يتم إغلاق الدارة وتفعيلها ميزات هذه الدارة عدم استجرار التيار في حالات العمل الطبيعية أما عيوبها فهي على هذه المفاتيح أن تتحمل تيارات عالية تحتاج لأسلاك قصيرة لتجنب هبوط الكمون الكبير على هذه المفاتيح ولكن من سيئاتها أيضاً أنها لا تعطي دلالة على وجود الخطأ في حال قطع هذه المفاتيح أو التماسات مثال عنها دارة جرس إنذار استخدام تايرستور مع مفتاح إعادة تعيين في البداية هذه الدارة وحدة التحصص هي عبارة عن مجموعة مفاتيح موصولة على التسلسل يمكن أن تربط على الأبواب أو على النوافذ أو مداخل المنزل وحدة التحصص هي عبارة عن مجموعة المفاتيح إنسيت كما قلنا وحدة المعالجة تتمثل بمقسم الجهد بالإضافة إلى التايرستور ووحدة الاستجابة كما تحدثنا في الدرس الماضي لدينا الجرس من أنواع وحدات الاستجابة في البداية عند الضغط على أحد المفاتيح عندما يتم ابتحام منزل أو دخول في غير الوضعية المعتادة سيتم توصيل تيار إلى هذه المقسم الجهد حيث سيؤمن الجهد الكافي أو نضط القدح الكافية لعمل التايرستور وبالتالي ستنخفض المقاوم الداخلي للتايرستور ويصبح في حالة تمرير للجرس الذي سيرون أو يعطيني إنذار كدلالة على تفعيل هذه الدارة سيستمر لدينا الإنذار حتى يتم ضغط على مفتاح الريست الذي يقطع تيار التايرستور كما تحدثنا هنا وحدة التحسس مع مجموعة المفاتيح وحدة المعالجة ووحدة الاستجابة أما الدارة الأخرى التي سنتحدث عنها هي دارات إنذار تعمل عند الفتح هذه الدارات تعتمد في أساسها على مفاتيح إنسي المفاتيح الحالة الطبيعية لأيلة أو الحالة الوضعية الأساسية وضعية الاستقرار الأساسية هي مغلقة في هذه الحالة تكون الدارة يتم تأريد الترانستور عبر مجموعة المفاتيح إنسي أيضا كما قلنا هذه المفاتيح سوف تركب على الأبواب والمنافذ في البداية سيتم تأريد الترانستور ليكون بحالة قطع طالما الترانستور في حالة قطع فإن الرلي لن تعمل وبالتالي الجرس لن يعمل أما عند فتح أحد هذه المفاتيح سيمر تيار عبر المقاومة R1 إلى الترانستور Q1 الذي سيصبح بحالة عمل أو إشباع وبالتالي سيتم توصيل الرلي عبر أرجل الرلي أحدها الساعة يقوم بإيصال تيار كهربائي إلى الجرس الذي سيرون كحالة إنذار عن تغيير وضعية المفاتيح دارات الحماية باستخدام حلقة الإنذار حلقة الإنذار أو اللوب هي عبارة عن سيلك طويل يوصل إلى مجموعة بضائع لا يمكن سرقة أحدها دون قطع السيلك في الحالة البداية تستخدم عادة هذه الحلقات في المحلات التجارية وفي المخازن حيث تعتبر الحلقة كتماس NC إذن يمكن اعتماد هذه الدارات كدارات تعمل عند الفتح حيث يتم اعتبار الحلقة لوب على عندها مفتاح NC في الحالة الطبيعية لعمل الدارة فإن الحلقتين اللوب واحد أو اثنين ستقوم بتأريد البوابة ICA وبالتالي سيكون على خرجها واحد لتصل إلى الترانزيستور Q1 الذي سيكون في هذه الحالة في حالة قطع وبالتالي لن يمرر التيار إلى الرليا ولن يرن الجرس في هذه الحالة أما عند محاولة سرقة البضائع أو قطع هذه الحلقة سيصبح دخل البوابة واحد وبالتالي سيكون خرج لدينا هنا صفر الترانزيستور Q1 سيكون بحالة توصيل ومنه الرليا أيضا ستمرر التيار إلى الجرس الذي سيعطيني إنذار دلالة على وجود سرقة أو قطع لهذا السريق طبعا لا ننسى أنه في البداية يتم إغلاق المفتاح سيكون سويتش الأساسي حتى يتم توصيل تغذية هذه الدارة تستخدم عادة في المحال التجارية والمخازن الكبرى هذه الدارات نأتي إلى الجزء الثالث من درسنا اليوم هو دارات صفارة الإنذار هي عبارة عن دارة تتكون من مجموعة قطع الكترونية تصدر مجموعة أصوات بنغمات وترددات ومستويات مختلفة تتكون الأجزاء الأساسيك لدينا هنا المخطط الصندوقي في البداية لدينا مولد إشارة صفارة الإنذار يعطينا إشارة مربعة أو إشارة جيبية لليها محول كهر صوتي مجهار أو سبيكر يتم توصيل هاتين الوحدتين بوحدة قيادة الخرج لدينا عدة طرق للتحكم بدخل صافرة الإنذار في البداية للشروط أو طرق التي يجب مراعاتها أن يكون دخل الصافرة بمستوى منخفض حتى يتم تفعيل الدارة وإصدار الصوت أو نغمة الإنذار أي يعني إذا كان دخل صافرة الإنذار مرتفع تكون الدارة معطلة أما إذا كان دخلها منخفض سوف تصدر النغمة وتعطيني الردين هناك عدة طرق إذن للتحكم بدخل صافرة الإنذار في الحالة البداية لدينا هنا مفتاح S1 ومفتاح NO مفتوح في الحالة الطبيعية تغزيد أو دخل هنا لدينا دخل صافرة الإنذار دخل صافرة الإنذار يكون في هذه الحالة واحد منطقي أو عالي وبالتالي لنحصل على خرج أو نغمة إلى أن يتم ضغط المفتاح S1 عندما يتم ضغط المفتاح S1 يصبح دخل صافرة الإنذار عبارة عن صفر منطقي أو دخل منخفض وبالتالي يتم تفعيل صافرة الإنذار وتعطيني نغمة الردين المطلوبة الحالة الثانية نعتمد على مفاتيح NC حيث مفتاح NC هو موصول مباشرة مع التغذية في هذه الحالة طالما هو موصول مع التغذية فإن دخل صافرة الإنذار سيكون مرتفع وبالتالي لن تعمل صافرة الإنذار ولن تعطيني نغمة المطلوبة إلى أن يتم فتح المفتاح S1 أو NC هنا في هذه الحالة سيصبح الدخل منخفض وبالتالي ستعطيني صافرة الإنذار المطلوب بالحالة للأخيرة لدينا المفتاح NC هو موصول مباشرة مع التغذية في الحالة طبيعية تكون هذه الدارة بحالة رنين أو تعطي دائما نغمة الرنين إلى أن يتم ضبط المفتاح S1 وبالتالي ستصبح التنذية أو دخل الدارة مرتفع وبالتالي سيتوقف لدينا الإنذار لدينا كما تحدثنا سابقا لدينا مولد صافرة الإنذار ويربط معها في الحالات العادية محولات كهروصوتي أو مجهار أو سبيكر فهنا في هذا الجزء سوف نتحدث عن طرق توصيل المجهار البيزو كهربائي مع الصافرة لدينا قيادة مباشرة يتم توصيل المجهار البيزو كهربائي مباشرة مع صافرة الإنذار لدينا هنا الدخل مع تغذية الصافرة والمجهار البيزو كهربائي الحالة الثانية يتم عن طريق قيادة أو القيادة عن طريق عازل وذلك لتخفيف الضجيج أو التشويش الممكن حدوثه فيتم توصيله عبر جسر يسمى عبر المقاومة عبر البوابة إكس أور عفون مقصورة المداخل يتم فيها تغذية المجهار البيزو كهربائي والحالة الثالثة عن طريق جسر نعتمد هذه الطريقة أيضا من أجل زيادة الحصانة ضد التشويش والضجيج الممكن يتم توصيل بوابتين ومقصورتين مداخل في هذه الحالة هذه الطفرة الإنذار هي عبارة كما نشاهد هنا هي عبارة عن مجموعة من بوابات البوابة الأولى ICA و ICB هي عبارة تشكلان مع بعضهما محتز عديم الاستقرار أول والبوابتين ثانيتين ICC و ICD هما أيضا عبارة عن محتز عديم الاستقرار ثاني الأول يعطينا إشارة بتردد 800 هرز والثاني يعطي إشارة بتردد 6 هرز دون التحكم بدخل هذه الصفارة عن طريق المفتاح S1 أو Start فكما تحدثنا لدينا هنا وحدة المعالجة تبدأ بالمفتاح S1 بما أن دارات التي سنتحدث عنها اليوم هي عبارة عن دارات اتصالية فإذا المفتاح S1 هي وحدة التحصص لدينا وحدة المعالجة وفيما يلي بالأخير لدينا الوحدات الاستجابة طبعا النغمات نتحكم فيها المحتز الأول المقاومة مع المكسف والنغمة الثانية أيضا المحتز الثانية المقاومة R2 مع المكسف لإنتاج نغمة هذه البوابة في الحالة الطبيعية عندها أو في حالة العمل عندها ضغط على مفتاح S1 يصبح دخل البوابة ICA 1 وبالتالي سيكون خرجة 0 هذا الصفر ينتقل إلى دخل البوابة ICC ليصبح الدخل على رجلة 8 0 ومنه 1 على خرج 10 ليصبح على الرجل 12-13 1 ليخرج على الرجل 11-0 إلى تلانزستور Q1 وبالتالي يصبح في حالة عمل ويعطيني الإنذار يستمر الإنذار حتى الضغط على مفتاح Reset عند الضغط على مفتاح Reset يصبح الدخل لدينا 1 ليخرج 0 ليدخل على الرجل 1-0 ليخرج على الرجلة 3-2 1-8 سيكون دخلها 1 10 ستكون دخل منقفة 0 0 سيدخل على الرجلين 12-13 ليخرج على الرجل 11-1 وبالتالي Q1 يكون في حالة قطع ويتوقف لدينا الإنذار هذه صفار الإنذار الملحنة بنغمة واحدة أما الجزء الأخير من درسنا اليوم هو عبارة عن دارة إنذار متعددة النغمات طبعا يتم التحكم فيها عن طريق أو توصيل مجموعة مفاتيح نجدها عادة على الأبواب المنازل حيث كل مفتاح يتم توصيل مقاومة بقيم مختلفة في هذه المقاومات عند ضغط كل مفتاح تشكيلة المقاومة مع المكثم سوف تعطيني نغمة رنين مختلفة وبالتالي يتم التحصول على مجبوعة نغمات في هذه الدارة ممكن يتم استخدامها لتوصيلها للأبواب حيث كل باب الرئيسي بنغمة الأبواب الفرائية بنغمات مختلفة وأيضا من إحدى التقنيات المستخدمة بالأورج يعطينا النغمات مختلفة عند الضغط على أي مفتاح من هذه المفاتيح S1 أو S2 أو S3 سيكون الدخل 1 أو 2 مرتفع ليعطي الخرج على الخرج الصفر تدخل إلى خمسة وستة صفر تخرج على رجل أربعة واحد وبالتالي فرانسيستور كواحد يستحق في حالة قوصية ويعطيني نغمة رنين عند الضغط على المفتاح S2 أيضا نفس الحالة ولكن تصبح لدينا نهمة مختلفة في هذه الدارة بالنهاية عزاء الطلاب نكون قد ختمنا الدرس يتعلق بدارات الحماية الاتصالية حيث الوحدة الأساسية أو وحدة التحسس فيها هي عبارة عن المفاتيح تحدثنا عن المفاتيح NC مع المفاتيح NO ودرسنا مجموعة دارات عملية بهذه المادة شكرا لكم لمتابعتكم أراكم في الدرس اللاحق بيدارات أخر موسيقى موسيقى